كتير بنحكي عن الأطفال في المرحلة العمرية ما بين سنتين لسبع سنوات إن هدول الأطفال أنانيين وما بيحبوا غير حالهم أو ما بيحبوا يشاركوا الآخرين بألعابهم طبعا هل هذا الشيء طبيعي؟ نعم هو طبيعي شو بيحكي بيجي عن هاي المرحلة العمرية؟ طبعا سمى هاي المرحلة هي مرحلة ما قبل العمليات وأكثر صفة مميزة للأطفال في هاي المرحلة إنهم هم متمركزين حول ذاتهم بحيث هم ما بيستوعبوا وجهة نظر الآخرين وبشوفوا إن كل الناس عم بتشوف نفس وجهة نظرهم طبعا هذا بيرجع لحداثة عمرهم إنه ما لديهم الخبرات الاجتماعية الكافية اللي بتخلي عندهم المرونة الاجتماعية لحتى يتقبلوا آراء الآخرين أو حتى يتقبلوا تدخل الآخرين في أشياءهم الخاصة بدي أعطي هون مثال حيصار معي بشكل مباشر بتحكي لي إحدى الأمهات أنا عندي بنت عمرها خمس سنوات وهاي الطفلة لطيفة وبتتعامل مع الآخرين بشكل كتير حلو وسلوكياتها جدا ممتازة لكن في مرة من المرات أعطتني ردة فعل عنيفة أنا استغربت منها هاي ردة الفعل إنه ظهرت لما انطلبت منها إنه تلعب ابن أختي بألعابها طبعا هي رفضت بشكل جدا كبير وحكت لي هل هذا الشيء طبيعي حكت لها نعم أكيد طبيعي لأنه الأطفال في هاي المرحلة كتير بيحبوا أشياءهم وكتير بيحبوا ممتلكاتهم بكونوا متعلقين فيها وفي حال بدهم يلعبوا الآخرين أنا بنصح نصيحة إنه ما يتم هذا الموضوع رغما عنهم وإنما يتم برضاهم الكامل يعني في حال هي طلبت من بنتك إنها تلعب هذا الولد بيألعابها في حال قبلت برضاها أكيد ما في مشكلة لكن في حال إنك ترغميها إنها تعطي ممتلكاتها للآخرين بيصير في ضعف شخصية عند الطفل وبيصير حتى ممتلكاته الخاصة ما بيكون إلها خصوصية ودائما ضمن استعمال الآخرين وهذا الشيء بيكون على المدى البعيد فعشان هيك من الأشياء الكتير مهمة اللي بنصح فيها الأهل نعرف خصائص ونعرف المهارات والقدرات اللي بتكون موجودة عند كل مرحلة عمرية حتى ينشأ الطفل تنشئة اجتماعية وذهنية وشخصية بشكل سليم وبيتكم عامر